طيب مراوان على ضوء هذه القائمة وطريقة لعب كالوس كروش المعتادة 4-3-3 4-3-3 الشكل بتاعي يبقى في مبارات القاهرة تحديدا تلعب بالتلاتة للمعروفين انني عمري السلية حمد فتحي ولا تشيل واحد منهم وتدخل مثلا لاعب زي زيزو لاعب زي تريسجي مع طالب تريسجي الفتر الأخيرة مع عمر مرموش جناح تتعامل ازاي مع مبارات الزهاب؟ طيب احنا خلينا نتفع احنا عايزين اي من مبارات الزهاب احنا عايزين شبك نظيفة ده رقم واحد اهم حاجة بالنسبة لي اهم حتى من تسجيلي للأحداث بس في نفس الوقت انا عايز كل اقلل الضغط علي فعشان اقلل الضغط علي انا عارف ان كارلوس كروش انا بتكلم بقى بفكر كارلوس كروش فكر كارلوس كروش ان انا بستحوز على الكورة في تلت ملعب اي انا او بقطع الكورة في التلت الملعب الخاص بي انا فحمدي فتحي عمر السلية محمد النيني التلاتة متشابهين لأبعد الحدود مع وجود اتنين فولباكس وعمر كمال عبدالواحد وابو الفتوح مش حيبى عندهم الادوار الهجومية بكثافة فانا اتمنى وجود واحد في نص الملعب زي احمد سيد زيزو لان احمد سيد زيزو هو اكتر لعيب ممكن يساعد محمد صلاح في نواحي كتير جدا ممكن يميل على الناحية اليمين ويقفل مع عمر كمال فيدي اريحال محمد صلاح ان هو اللي كان بيرجع ساعات في ماتش السنغال في الفاينل عشان يرد لحد ما لان كان لعب كبير على الثلاثة بتنص الملعب احمد سيد زيزو ممكن يقوم بالدورة لوحده احمد سيد زيزو لعيب سريع عنده قدرات يتحرك بالكرة وبدون كرة فممكن استخدمه في عملية التحولات بالكرة ففكرة ان انا لعب بحمدي فاتحي عمر السلاية محمد النيني فانا هتبقى الفكرة في دماغي كارلوس كراش يعني ان انا كلما استخدم الكرة كلما هلعب بالكرة الطولية لان التلاتة دول ما عندهمش القدر ان هما يقطعوا مسافات طويلة كدريبل او يقطعوا مسافات بسرعات هيلة لكن السرعات عند احمد سيد زيزو غير كده شوفنا مثلا زي ماتش كوديفور فتراتك طويلة جدا كان اللعيب التمانية زي عمر السلاية بيوصل يدخل هو يبقى اللعيب نمر عشرة او يدخل هو زي محمد صلاح بيسحب اثنين تلاتة او مرموش بيسحب اثنين ويتفضى مكان في خلف الليفت وينجر فالمكان ده انا عايز فيه لعيب نص ملعب فنشر عجون افضل فالفنشر عجون افضل حرجعت يعني احمد سيد زيزو تزديداته افضل حاجة واحد بيخلص عجون بشكل كويس مع الزمالك عامل استريك هيلة جدا والنقطة كمان اللي بفضل فيه احمد سيد زيزو هي فكرة الساد بيسز ان انت هو مميز جدا في الكرات السابتة ومش بس الكرات السابتة بلانديات لكن كمان الكرات السابتة كرقنيات او عرضيات زي ما فوزي بيقول فده سلح مهم جدا اللي احنا سجلنا هدفين في بطولة افراقية من كرات سابتة كان واحدة عاملها مرموش واحدة عاملها عبدالله السعيد فلازم استخدم السلح ده واستخدم تريزيجي كليفت وينجر اساسي فوجود تريزيجي كليفت وينجر اساسي مع وجود احمد سيد زيزو كواحد في نص الملعب مع عمر السلاية والنيني او عمر السلاية وحمدي فتحي اعتقد حيب شكلنا الهجوم في التحاولات افضل بكتير